السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا باسم؟ وكيف حالك يا بسمة؟ أهلا بكما نحن في أحسن حال نحاول أن نتعرف جيدا على تاريخ وطننا الحبيب ونحن في شوق للتعرف على فترة أخرى من تاريخ مصر نعم نعم هذا مفيد جدا اليوم أحدثكم عن قيام الدولة الطولونية في مصر ومؤسسها أحمد بن طولون وهو تركي الأصل نشأ في بغداد وتلقى علومه فيها عمل قائدا لحرس الخليفة المتوكل العباسي ثم انتقل إلى مصر ليحكم نيابة عن باكباك التركي وبعد وفاته أصبح أحمد بن طولون واليا على مصر وأسس الدولة الطولونية وما أهم أعمال أحمد بن طولون في مصر؟ قام أحمد بن طولون بأعمال كثيرة أهمها كون جيشا كبيرا قويا مدربا ضم إلى مصر بلاد الشام وأصبحت دولة واحدة مستقلة عن الخلافة العباسية وامتدت دولته من بلاد الحجاز شرقا إلى إقليم برقة غربا ومن بلاد الشام شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا عمل على نشر العدل ومساعدة الفقراء بالأموال والصدقات اهتم بالزراعة وقام بحفر الطرع والقنوات وأقام الجسور شيد البيمارستان لعلاج المرضى وجعل العلاج فيه بالمجان هل قام أحمد بن طولون بأعمال أخرى؟ لقد أحسن أحمد بن طولون استغلال موارد الثروة في مصر لصالح دولته دون فرض ضرائب جديدة وكذلك بنى بن طولون مدينة القطائع واتخذها عاصمة له وبنى فيها مسجده المشهور الذي ما زال قائما حتى اليوم والذي يمتاز بمئذنته ذات السلالم الخارجية وأسواره العالية وسميت بالقطائع لأنه جعل لكل طائفة من أتباعه قطيعة تقيم فيها إن مسجد أحمد بن طولون من أكبر المساجد في مصر ومن جاء بعد انتهاء فترة حكم الدولة الطولونية؟ إنه محمد بن طغج الإخشيد مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر وهو تركي الأصل أظهر شجاعة في صد هجمات الدولة الفاطمية فولاه الخليفة العباسي ولاية مصر ومنحه لقب الإخشيد أي ملك وما أهم أعمال محمد الإخشيد؟ أعاد الأمن والنظام للبلاد قوى مركزه في مصر والشام والحجاز وأصبح يشرف على الحرمين الشريفين الكعبة والمسجد النبوي حمل بلاد من الأخطار الخارجية حرص على الاحتفال بالأعياد الإسلامية والمسيحية مثل عيد الغطاص كذلك اهتم بالعلم والعلماء والشعراء وظهر منهم المتنبي الشاعر المعروف والكندي المؤرخ المصري المشهور